السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متتبعين قناة دروس اللغة الإنجليزية تلاميذ الأعزاء أتمنى أن تكونوا بخير وعودة موفقة بإذن الله لمقاعد الدراسة إذن الدراسة في زمن الكورونا عدة سيناريوهات تدور هذه الأيام العديد من المدارس سجلت إصابات بفيروس كورونا سواء بين الأساسداء والإداريين العديد من المدارس أغلقت بسبب انتشار الفيروس الكثير كذلك من المؤسسات التربوية سواء متوسطة ابتدائية وتانوي تفتقل لأدنى شروط الوقاية والإحتياط لا يوجد معاقيمات لا يوجد تبعد بعض المدارس لا يوجد بها تفويج إذن كذلك عدد الإصابات بكورونا في تزايد مستمر في كل أنحاء الوطن إذن في ظل كل هذه الأوضاع من المحتمل أن يتم غلق المدارس مرة أخرى لأن وزارة تربية لن تغامر بصحة التلاميذ الأساسداء وكل عمل تربية وإذا تم غلق المدارس فإن وزارة تربية ستتخذ خطة بديلة للدراسة تتمثل في الدراسة عن بعد هذا هو الخبر المتداول حتى الآن إذا ارتفعت إصابات كورونا وغلقت المدارس فستكون الدراسة عن بعد بالنسبة للطورين التانوي والمتوسط نسأل الله العلي العظيم أن يرفع عننا هذا البلاء وأعزاء التلاميذ الحيط والحذر الكمامات والمعاقم والتباعد من فضلكم ربي يحميكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر